اهلا بكم ست ابتدائي ومعانا النهاردة فيديو الخمسين سؤال على تالت درس عندنا في الترمي التاني بعنوان الحياة الاجتماعية في عصر الدولة الاسلامية وبعد ما نحل مع بعض كل الاسئلة دي سؤال سؤال هتلاقيني سيبها لك بي دي اف تحت الفيديو على طول علشان تحملها وتطبعها وتذاكر منها براحتك وكمان هتلاقيني سيبلك لينك للواجب على الدرس ده طب يلا بينا نشوف اسئلة تالت درس عندنا بتقول ايه واول سؤال عندك سؤال خريطة وبيقول لي انا جايب لك شوية معلومات من الخريطة من الدرس الاول والتاني يعني بقول لك مثلا في رقم واحد دولة عربية ترتفع بها معدلات الامية ومعلم لك هنا وانا عارف ان في الامية مين ومين موريتانيا وجزر القمر هو معلم لي هنا على مين على موريتانيا يبقى اكتب له موريتانيا طب رقم اتنين صحراء نقط ومعلم لي هنا اقول له دي صحراء الربع الخالي اللي ما فيها السكان طب رقم ثلاثة اولى الدول العربية من حيث عدد السكان من غير مبص على الخريطة مين رقم واحد في الدول العربية فيها سكان اقول له طبعا مصر بلدنا طب رقم اربعة اقل الدول العربية في متوسط العمر ومعلم لي هنا اقول له دي الصومال أقل الدول العربية في متوسط العمر الصومال أما أعلى الدول العربية في متوسط العمر قطر طيب بالنسبة لتاني سؤال عندنا بيقولي أكمل العبارات التالية رقم واحد حرم الإسلام وقد نقط أقوله حرم الإسلام وقد البنات طيب رقم اثنين سندت الرسول صلى الله عليه وسلم بمالها وجهدها لنشر الدعوة الإسلامية مين اللي سندت الرسول صلى الله عليه وسلم أقوله السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم طب رقم ثلاثة برضو أول من أسلم من النساء السيدة مين أقول له السيدة خديجة رضي الله عنها طب رقم أربعة أعطى الخليفة نقط أهل بيت المقدس الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم من الخليفة اللي إدى الأهل بيت المقدس الأمان أقول له الخليفة عمر بن الخطب طب رقم خمسة يمثل رأس الهرام الاجتماعي في الطبقة العليا في الدولة الإسلامية مين من رقم واحد في الطبقة العليا أقول له الخليفة هو رقم واحد طب رقم ستة تولت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الإشراف على الأسواق من السيدتين اللي تولوا الأسواق في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أقول له السيدة الشفاء العدوية والسيدة صمراء الأسدية تاني السيدة الشفاء العدوية والسيدة صمراء الأسدية طب رقم سبعة عملت السيدة رفايدة الأسلامية بإيه أقول له بالتمريض لأنها كانت بتقدم الرعاية الطبية للمرضى والجرحة في الغزوات طب رقم تمانية تضم الطبقة الخاصة في عصر الدولة الإسلامية العلماء والتجار ومين؟ أقول له وكبار الأدباء يبقى الطبقة الخاصة كان فيها العلماء والتجار وكبار الأدباء طب رقم تسعة ينتمي رؤساء الحرف في العصر الإسلامي إلى الطبقة؟ أقول له الطبقة الوسطى كانوا مع أصحاب الأملاك وكبار العمال دول الطبقة الوسطى طب رقم عشرة ينتمي قادة الجند في المجتمع الإسلامي للطبقة ايه اقوله الطبقة العليا مع الخلفاء والأمراء والوزراء وقادة الجند كل دول كانوا مع بعض في الطبقة العليا طب رقم 11 المنظمة التي تختار عاصمة الثقافة العربية هي منظمة في منظمة عربية بتختار كل سنة مدينة عربية علشان تبقى عاصمة الثقافة العربية اقوله الالكسو اسمها ايه الالكسو او اللي هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بدل ما قولي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بقوم ايه منظمة الالكسو طب رقم 12 منظمة تعمل على نشر الوعي بقضايا المرأة العربية هي منظمة ايه اقوله دي منظمة المرأة العربية اخر سؤال عندي في اكمل بيقولي المنظمة العربية للمرأة دي تابعة لجامعة ايه اقوله تابعة لجامعة الدول العربية طب يلا بينا ندخل على ثالث سؤال عندنا وهو سؤال صح وغلط وبيقولي رقم واحد انتشر الظلم وساد النزاع في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام أقول له صح طب رقم اثنين قامت الحضارة الإسلامية على العديد من القيم منها التسامح والرحمة أقول له صح أنا عندي قيم كتيرة جدا قامت عليها الحضارة الإسلامية طب رقم ثلاثة دعا الإسلام إلى احترام العلم والعلماء أقول له صح لأن احترام العلم والعلماء من القيم الإنسانية الكتيرة اللي قامت عليها الحضارة الإسلامية طب رقم اربعة استمر عادة وقت البنات بعد ظهور الإسلام أقول له غلط الإسلام لما جه حرم وقت البنات طب رقم خمسة تكون المجتمع في عصر الدولة الإسلامية من أربع طبقات أقول له صحة المجتمع في عصر الدولة الإسلامية كان مكون من أربع طبقات طب رقم ستة ينتمي قادة الجند إلى الطبقة الخاصة في المجتمع الإسلامي خلال عصر الدولة الإسلامية أقول له غلط قادة الجند كانوا في الطبقة العليا طب رقم سبعة اتسمى المجتمع العربي قبل الإسلام بإحترام حقوق المرأة هل المجتمع العربي قبل الإسلام كان بيحترم حقوق المرأة؟ أقول له غلط ده ما كانش لها أي حقوق ما كانش لها لحق لا في المراس ولا في التملك وكمان انتشر عادة وقت البنات يبقى المجتمع قبل الإسلام ما كانش بيحترم حقوق المرأة طب رقم 8 منح الإسلام المرأة حق المراسة وتملك الأموال؟ أقول له صحة ده من الحقوق اللي خدتها المرأة في الإسلام رقم 9 منع الخليفة عمر بن الخطاب تولي النساء مهنة الإشراف على الأسواق؟ ده الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده ولا اتنين من السيدات امور الاسواق السيدة الشفاء العدوية والسيدة صمراء الاسدية اللي اتنين دول كانوا مسئولين انهم يشرفوا على الاسواق في عهده فازاي منع تبقى الاجابة غلط طب رقم عشرة اقتصر لعمل بالفقه والطب في الدولة الاسلامية على الرجال اقول له غلط المرأة في ظل الدولة الاسلامية عملت بالزراعة والصناعة والتجارة والطب والفقه كانت شغالة في كل حاجة علشان كده رقم 11 بيقول لي رفع الاسلام مكانة المرأة واصبح قدرها لا يقل عن الرجل اقول له صح طب لو جبها لي بشكل مختلف وقال لي ساوى الاسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات اقول له صح طب رقم 13 اول من اسلم من النساء هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها اقول له صح طب رقم 14 اهتمت الحضارة الاسلامية بحقوق الانسان فكفلت حرية الاعتقاد والتعبير يعني الحضارة الاسلامية اهتمت بحقوق الانسان زي حرية الاعتقاد والتعبير اقول له صح طب رقم 15 احترم خالد بن الوليد حرية العقيدة عند فتح بلاد الشام اقول له طبعا صح لما عقد معهم صلحة اكد فيه على عدم هدم الكنائس وبما انه مش هيهدم الكنائس يبقى كده بيحترم العقيدة والدم بتاعهم طب رقم 16 يعد من وصية الاسلام عدم قتل النساء والاطفال والشيوخ اقول له طبعا صح الاسلام والصادة وسيدنا محمد قال لنا ممنوع قتل النساء والاطفال والشيوخ طب رقم 17 امر الرسول صلى الله عليه وسلم باحترام اصحاب الديانات الاخرى اقول له برضو صح طب رقم 18 تولت المرأة مؤخرا بعد المناصب القيادية في العديد من البلدان العربية اقول له صح طب رقم 19 تعمل منظمة المرأة العربية على نشر الوعي بقضايا المرأة يعني منظمة المرأة العربية دي بتنشر كل القضايا الخاصة بالمرأة اقول له صح طب رقم 20 يسعى المجلس القومي للمرأة اللي موجود في مصر الى دعم حقوق المرأة المصرية اقول له صح طب رقم 21 استثمرت الدول العربية التراث الثقافي العربي في دعم النشاط السياحي يعني التراث الثقافي العربي ده بيدعم النشاط السياحي اقول له صح طب رقم 22 تحتفل جامعة الدول العربية بيوم التراث الثقافي العربي اقول له صح وده بيبقى يوم 27 فبراير من كل عام طب يلا بينا ندخل على رابع سؤال عندنا وهو سؤال اختياري وبيقول لي رقم واحد قامت الحضارة الاسلامية على العديد من القيم منها أبو الص представلت تسوح والرحمة هي يبقى اخطرها على طول طب رقم اثنين يمثل الخليفة رأس الطبقة ايه الخليفة رقم واحد في الطبقة ايه أقول له في الطبقة العليا طب رقم ثلاثة احد افراد الطبقة الخاصة في مجتمع في عصر الدولة الاسلامية أقول له اساتنle الطبقة الخاصة في الدرس انه كنتوا اخطي العلماء والتجار وكبار الادباء من فيهم في الاختياري اقولوا العلماء هيو يبقى تختارها على طول الأختيار اي من الوازراء Trump في عصر الدولة الاسلامية اقولوا الطبقة العليا كان فيها الخليفة وفيها الاماراء وفيها الوزراء وقادة الجند بص فى الاختياري jayيMar الاولو停بائي ضم تلد الطبقة الوسطى في الهرم الاجتماعي بالدولة الاسلامية اقول استنى الطبقة الوسطى انا فاكر ان هما كان اصحاب الاملاك ورؤساء الحرف وقبار العمال جايب لي في الاختيار اهيه اصحاب الاملاك يبقى تختارها على طول طب رقم ستة ظهر احترام الاسلام لاصحاب الديانات الاخرى فعهد الخليفة عمر بن الخطاب عند فتح مين اقول له لما جيه يفتح بيت البقدس لانه اعطاهم الامان على انفسهم واموالهم وكنائسهم طب رقم سبعة بيقول لي اتفق خالد بن الوليد مع اهل بلاد الشام على عدم هدم ايه اقول له على عدم هدم الكنائس طب رقم تمانية موقف خالد بن الوليد مع اهل بلاد الشام بعد فتحها يدل على ايه اقول له بيدل على حرية الاعتقاد والتعبير لانه عمل معهم الصلح واتفق انه هو مش هيهدم الكنائس بتاعتهم يعني هيدلهم حرية الاعتقاد والتعبير يعبد اللي هم عايزينه طب رقم تسعة عملت السيدة صمراء الاسدية في ايه اقول له السيدة صمراء الاسدية وكمان السيدة الشفاء العدوية بمراقبة الاسواق في عهد الخليفة عمر بن الخطاب اما على الرقم عشر بيقول لي عملت السيدة رفايدة الاسلامية في ايه اقول له في التمريض لما كانت بتطلع مع الجيش في الغزوات وبتقدم الخدمات الصحية للجرحة والمرضى في الغزوات طب رقم حداشر كلفها الرسول صلى الله عليه وسلم باحضار الطعام وشراب له اثناء الهجرة من مكة الى المدينة من اللي كانت مسئولة انها تطلع بالليل تودي الاكل والشرب للرسول صلى الله عليه وسلم في غار صور اقول له السيدة اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها طب بالنسبة لسؤال رقم 12 بيقول لي دعمت المرأة اقتصاد الدولة الاسلامية من خلال مشاركتها في ايه اقول له المرأة اشتغلت في كل حاجة اقتصاديا يعني زراعة صناعة تجارة طب بصوا كده في الاختيار اه الزراعة والصناعة اهيه يبقى اختارها على طول لان المرأة اشتغلت في الزراعة والصناعة والتجارة والطب والفقه اشتغلت في كل الشغلانات فاكتر شغلانة زودت الاقتصاد وفلوس الدولة الزراعة والصناعة طب رقم 13 يعد إحدى صور الاهتمام بحقوق المرأة في العصر الحديث هل وقت البنات؟ لا طبعا تولي بعض المناصب القيادية هي تولي بعض المناصب القيادية المرأة الوقت بتتولى مناصب قيادية ومناصب كبيرة جدا في بعض الدول العربية طب رقم 14 استخدمت الدول العربية التراثي الثقافي العربي وسيلة إيه؟ أقول وسيلة لتنشيط السياحة طب بالنسبة للسؤال الخامس عندي جايب لي أسئلة بما تفسر وبيقول لي بما تفسر أهمية التعاون بين طبقات المجتمع في عصر الدولة الإسلامية ليه التعاون ده شيء أساسي بين طبقات المجتمع أقول له لأن ازدهار وتقدم المجتمع يعتمد على كل طبقاته مش على طبقة واحدة فكل طبقة لها دور في بناء المجتمع تاني لأن ازدهار وتقدم المجتمع بيعتمد على كل طبقاته فكل طبقة لها دور في بناء المجتمع طب رقم 12 بما تفسر أهمية التراث الصقافي العربي ليه التراث الصقافي العربي ده مهم وكمان جمعة الدول العربية احتفلت بيوم اسم يوم التراث الصقافي العربي أقول له لأنه بيعكس تراث وتاريخ الشعوب العربية بيعرفني تاريخ وتراث الشعوب العربية وكمان مصدر لطنشيط السياحة التراث الصقافي ده وشكل المجتمع الإسلامي ده ناس كتير جدا بتيجي من جميع عنحاء العالم علشان تشوفه يعني مصدر لطنشيط السياحة يبقى لأنه يعكس طلاس وتاريخ الشعوب العربية ومصدر لتنشيط السياحة طب رقم 3 بما تفسر أهمية منظمة المرأة العربية في العصر الحديث ليه منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية مهمة؟ أقول له لنشر الوعي بقضايا المرأة العربية بتنشر الوعي بقضايا المرأة العربية والتعاون العربي لتحسين وضع المرأة من خلال منظمة المرأة العربية بيحصل تعاون عربي علشان نقدر نحسن وضع المرأة في الدول العربية يبقى أهمية منظمة المرأة العربية أقوله نشر الوعية بقضايا المرأة العربية والتعاون العربي لتحسين وضع المرأة طب رقم أربعة بما تفسر يجب علينا مساعدة الفقراء والمحتاجين إحنا عارفين من القيم التي قام عليها المجتمع الإسلامي مساعدة الفقراء والمحتاجين طب ليه أقول له ليعيشوا حياة كريمة طب بالنسبة للسؤال رقم 5 بيقول لي ما النتائج المترتبة على قيام المجتمع الإسلامي على مجموعة من القيم الإنسانية إيه اللي حصل لما المجتمع الإسلامي بتاعنا قام على قيم جميلة جدا أقوله أدى إلى إصدهار وتقدم المجتمع الإسلامي القيم الإنسانية اللي قام عليها المجتمع الإسلامي أي مجتمع في الدنيا لو قام على شوية القيم الإنسانية دول هيبقى مجتمع متقدم يبقى أدى إلى إصدهار وتقدم المجتمع الإسلامي طب رقم 6 ما النتائج المترتبة على مساواة الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إيه اللي حصل لما بقت المرأة زي الرجل في الحقوق والواجبات والنهوض بالحضارة الإسلامية بقى لها دور في إنها تنشر الإسلام وكمان كانت سبب في إن الحضارة الإسلامية بتاعتنا تبقى حضارة كويسة لإنها عملت نفس الدور اللي الراجل بيعمله يبقى تاني أصبح للمرأة دورا في نشر الإسلام والنهوض بالحضارة الإسلامية طب بالنسبة لسؤال رقم 7 بيقول لي وضح أهم القيم التي قام عليها المجتمع الإسلامي قول لي شوية قيم من القيم الإنسانية اللي قام عليها المجتمع الإسلامي أقول له عندي كترة جدا عندي التعاون والعدل والمساواة والصدق والوفاء بالعهد والتسمح والرحمة وحريات الاعتقاد والتعبير وكمان قيم تانية كتير طب هو انا لازم اكتب كل القيم الانسانية اللي قام عليها المجتمع الاسلامي اقول لك لا احفظ لك اربعة ولا خمسة بس طب بالنسبة لاخر السؤال عندي بيقول لي دلل على صحة العبارة كان للسيدة اسماء بنت ابي بقر رضي الله عنها دورا بارزا في نجاح الهجرة النبوية قول لي ايه الدور اللي عملته السيدة اسماء بنت ابي بقر اقول له كانت تخرج في الليلة تحمل الطعام وشراب للرسول صلى الله عليه وسلم في غار صور وبالتالي كانت سبب كبير جدا في نجاح الهجرة النبوية يبقى السيدة اسماء بنت ابي بقر عملت ايه في الهجرة اقول له كانت تخرج في الليلة تحمل الطعام وشراب للرسول صلى الله عليه وسلم في غار صور لان الرسول صلى الله عليه وسلم قعد ثلاث ليالي في غار صور قبل ما يهاجر مين بقى اللي كانت مسؤولة عن انها تود الطعام وشراب للرسول وسيدنا ابو بقر اللي كانوا قاعدين في غار صور أقول للسيدة أسماء بنت أبي بكر وبكده هنكون خلصنا أسئلتنا ما تنساش تنزل تحت الفيديو علشان تحمل كل الأسئلة دي وتطبعها وتذاكر منها براحتك تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحط